بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي شحنات المنتجات البترولية المستوردة لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء ما يسهم في انتظام خدمة الطيار الكهربائي خلال فترة الصيف وفي هذا الإطار أكد وزير البترول وثروة المعدنية أن الوزارة تقدم مختلف صور الدعم لجهود الاستكشاف والإنتاج في مصر هذا بجانب جذب استثمارات في المجالات المتنوعة التي تمتلكها وتقديم أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع